اشتركوا في القناة يعني ببعث التسجيل صديقي لي هو بمنتج وهو اللي بيشتغل كل شيء وهو اللي برفع اليوتيوب فما بعرف كيف التسجيل بطلع لانه انا كنت اعالجه بالبداية انا اللي اشتغله ولكن الان ما بعرف رح يزبط ولا ما رح يزبط المهم ان شاء الله انه يكون مفهوم وواضح والتسجيل مناسب طبعا القمر اليوم الثلاثاء احنا توقعتنا اليوم الثلاثاء 16 ابو اغسطس القمر موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة بكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى وتقليم الاضافر وحلاقة الشعر رح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية مساء الليل الاثنين اللي هي موعد بث الحلقة لغاية الساعة 7 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بعدين القمر رح ينتقل بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر اليوم كمان موجود في برج الحمل طبعا مستقر فيه في عنا خلوم مسار في ساعات المساء المتأخرة ولكن ما رح ينتقل القمر لبرج الثور إلا في صباح الغد اللي هو صباح الأربعاء فهذا اليوم نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو ممكن أن نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في هذا اليوم في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو إدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما بالنسبة لهذا اليوم طبعا في عنا زاوية جديدة رح تظهر على الساحة اللي هي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي رح تبدأ اليوم اللي هو 16-8 ورح تستمر لغاية 20-8 طبعا ذروتها يوم 18-8 في ساعة 8 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينج وعادة عند حدوث هذا الاتصال بين الزهرة وبين المشتري بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بيسهل علينا التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وكما أنه هاي زاوية بتسهل إقناع الغير وإن كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل هاي زاوية بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات الصلة بذلك ومثل الفن والديكور التجميل الأمور هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين زحل وهي حكينا أنه هي مستمرة لغاية يوم 18-8 ذروتها كان يوم أمس تخلق مصاعب وعرقية لبتحتاج منها بذل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين المريخ وبين بلوتو وهي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 18-8 برضو ذروتها كان يوم أمس تجعلنا نبدو أحيانا عندنا نوع من أنواع الخجل ولكن ممكن أن نرد على أي شخص بثيرنا بعمد شديد أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التثليث إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي زاوية حكينا زاوية منفصلة طبعا تأثيراتها هي من 23-7 ونحن بنذكرها كل يوم ونستمر بذكرها كل يوم لغاية 2-9 هاي زاوية بتسبب عودة وضعية قديمة هاي الوضعية بتدعم وضعنا الحالي أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية عندنا تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 11-13 دقيقة ظهرا نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون الساعة 22-47 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا هاي زاوية تأثيراتها برضو من ساعة الصباح لغاية ساعة المساء بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة اليوم ذروتها طبعا هي بتأثر من يوم 15-8 ورح يستمر بتأثيرها لغاية يوم 18-8 ذروتها اليوم اللي هي زاوية التثليث بين عطارد وبين أورانوس ذروتها اليوم الساعة 45-45 دقيقة مساء بتوقيت جرينج مننشط فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت وكمان هاي زاوية بتعزز قدرتنا العقلية فبتساهل علينا حل وفهم مساء العلمي يتعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام ساعة 78 دقيقة مساء بتوقيت جرينج تأثيراتها من ساعات الظهر لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل ابتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 78 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو حتى صباح يوم الأربعة 17-8 الساعة 22-22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا عندنا الرأس، الأسنان، اللسان، العضلات المخططة، القضيب، والمرارة، والشرايين، والدم بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها حتى الأسنان، ممكن أنك تعالج الأسنان مثل حفر، حشي، تلبيس أو أشياء تجميلية ولكن جراحة بالفك للأسنان ما بنصح فيها اليوم طبعا هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر المحدف عمره 19 يوم في تمام الساعة 27 دقيقة مساءً بتوقيت جرينتش بيصبح 20 يوم، نسبة الإضاءة بتصير 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 ثمانية منتحس بنسبة 40% القمر في الحمل حتى يوم 17 ثمانية هو الآن سعيد بنسبة 70% في ساعات الصباح بتنزل السعادة لـ 30% وفي ساعات المساء بتنزل كمان لـ 15% عطارد في العذراء حتى يوم 26 ثمانية سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 59 سعيد بنسبة 45% المريخ في الثور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشر منتحس بنسبة 15% زحل في الدلوب بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% ورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم في بعض موليد برج الحمل رح يهتموا بمظهرهم وإجراء بعض التغييرات على المظهر إما كقصة شعر أو كلباس وهندام هاي مرحلة ممتازة جدا فبتقدر تنطلق بمشاريع جديدة فيها تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وانت سباق ورائد في حقل اختصاصك الأجواء جيدة وداعم لإلك بقوة برج الثور يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسمان لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم طبعا بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعك وربما تلغى أهم شيء أنك تتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك لأنه ممكن إذا حاجز في مطعم في سفر في أي إشي ممكن تتفاجأ أنه رح يلغى أو يصير فيه سوء تفاهم فعشان هيك اضبط أعصابك لغاية صباح يوم الغد برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ولكن طاقتكم بلشت تخف شوي لأن القمر بيقترب من بيت متاعبكم عشان هيك اليوم بدكوا تحاولوا تنجزوا كل الأعمال المهمة والضرورية قبل ما يصل القمر لبيت متاعبكم منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسب سعيدة حاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه فعشان هيك بدك تكثف ارتباطاتك الاجتماعية اليوم وانت بحاجة لتعاون أو لتعاون الآخرين معك في هاي الفترة فلا تخجل تطلب المساعدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة متاحة للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك تهدئ من روعك هاي فترة سلبية ومشعونة بالمتاعب والتوتر حاول أنك تعالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك لأن الخمر ما زال موجود في بيت السمعة فبدك تحافظ على سمعتك حاول أنك ما تغامر ما تجازف ما تخالف القوانين ما تعمل أي شيء بشوه السمعة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات نشاط عالي جدا يوم مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتنجح بالترويج لعملك أو كسب الدعم والتأييد أهم مش أنك ما تهمل واجباتك حتى ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تأخير ممكن اليوم أنه تكون جريء الشحطة زيادة يعني وتقدم بكل الاتجاهات فعشان هيك تحرك وإقدم بجراءة وثقة برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض فعشان هيك بدك تبادر اليوم لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاجة اليوم لكل الدعم ممكن اليوم تحصل على دعم مالي أو تهتم بسداد بعض الأمور المالية يعني في بعضك ورح يهتم بميراث بقرض بفواتير بمطالبة بحقوق لا إله وكمان أنت اليوم بحاجة للاياقة جسدية وأعصاب متينة عساس أنك أنت اليوم بدك تتحرك وتتنشط وحاول أنك ما تترك زيول المتاعب أنها تسيطر عليه برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني القمر موجود مقابلكم فعشان هيك شوي بتشعر ببعض التعب طاقتك ضعيفة فما بجوز إثارة المتاعب والمشاكل والجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحادر من الحوادث والأعداء لأنه بالفترة هاي بصيروا كثر وإنت سهل استفزازك فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا تعاون من الزملاء حاولوا أنكم تنظموا جدوى الغذائكم وتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن تبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات فبتكثر عندك النشاطات وربما تشعروا ببعض التعب أو بعض التراجع الصحي اللي بيكون بحاجة لمراجعة الطبيب طبعا مش كل موليد برج العقرب ومش الأمر خطير يعني هي مجرد بعض التوعكات الصحية برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا الظروف جيدة اليوم طاقة عالية حيويتك ممتازة ممكن تهتم بالتجميل تهتم بلباسك هندامك بأي شيء ممكن هواية أي أمور هاي كلها احتمال أنه يكون في بعض القلق اتجاه أحد الأحبة أنت اليوم نشط جدا بتميلله وترفيه عن النفس وأنت بالفعل هذه الفترة المناسبة لهاي الأمور لكن بدك تتجنب في ساعات المساء أنك تتخذ أي خطوة معاكسة لا إلك برج الجديد بالنسبة لما ترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة تعتبر هاي الفترة فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها فعشان هيك بدك تضبط أعصابك فيه نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة لكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارئ ممكن يكون عطل منزلي ممكن نقاش حوار زيارة شخص معين موضوع أو مشكلة قديمة بترجع بتنفتح اليوم فعشان هيك بدك تدير بالك هاي فترة برضو مناسبة للأشخاص اللي بدهم يستأجروا بيت أو يرحلوا من بيت لبيت أو اللي بدهم يرجعوا لبلدهم الأم برج الدلو ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن اليوم ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريعهم بنجاح نشاط عالي وقدرة عالية جدا للتحرك واللاتصالات وباستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم أهمش انك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط انت اليوم بتمتلك سرعة خاطر وسرعة بديهة ومهارة ملموسة نشاط عالي اللي عنده امتحان برضو اليوم هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم منكو أشخاص ممكن يسترد ديون لإلو أو مال بيعود له كان صعب أن يحصلوا بالفترة الماضية أو يحصل على هدية ممكن تسمع خبر سار أو يلعب قريب دور مهم بالنسبة لإلك بعض موليد برج الحوت اليوم رح يهتموا بقضية شراكة أو عمل شراكة يعني مع شركاء المال والعاطفة أو عمل جديد أو تنظيم لعمل أو يعالجوا بعض الأمور بشكل دقيق رح تهتم اليوم برضو للأولويات المالية ورح تجد الحلول والتسويات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر